مفوضية الانتخابات والاستفتاء في إقليم كردستان من جانبها أعلنت فتح مكتبين في محافظتي كاركوك ونينوى لإدارة عملية الاستفتاء مؤكدة أنه تم تسجيل 64 مراقباً دولياً لمتابعة عملية الاستفتاء مفوضية القيمة قامت مكتبين في محافظتي كاركوك ونينوى لإدارة عملية الاستفتاء فضلاً عن تدريب الموظفين وآليات تصويت الكرد الموجودين في الخارج حيث سيتم اعتماد هوية الأحوال المدنية في تصويتهم لأنهم خارج الإقليم وإن الاستعدادات اللوجستية للاستفتاء بلغت 90% وقد تم التنسيق مع الجهات المعنية بشأن التصويت الخاص والذي سيشمل القوات الأمنية والمستشفيات والنازحين كما سجل 11 كياناً سياسياً و64 مراقباً دولياً و65 مؤسسة إعلامية لمراقبة عملية الاستفتاء